أتحدث إليكم اليوم في الذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير جزء عزيز من أرض مصر الغالية سيناء الأرض الطاهرة ومعبر الأنبياء البقعة المقدسة التي طالما مسلت لمصر عمكا استراتيجيا والتي تتمتع بمكانة راسخة في قلوب جميع المصريين وسيظل يوم تحرير سيناء يجسد ذكرى خاصة في وجدان كل مصري فملحمة استرداد الأرض تخطت كونها انتصارا عسكريا ودبلوماسيا بل امتدت لتصبح نموذجا خالدا لقهر اليأس والإحباط من أجل استراد القرامة عسكريا وسياسيا فلم تكن أبدا الحرب غاية مصر بل كان السلام هو الهدف الأسمى والغاية الكبرى ونحن اليوم نسترجع هذه الذكرة المجيدة التي تمثل منبعا لا ينضب تنهل منه الأجيال القادمة معاني العزة والكفاح والولاء والانتماء ومثالا يحتزى به في الإسرار على صون القرامة الوطنية ودرسا في الحفاظ على الطراب الوطني بالعمل والاجتهاد والعلم وليس بالأمان والشعارات ولنؤكد للعالم أجمع ما أثبتته دروس التاريخ من أن مصر قادرة على الحفاظ على مكتسبات السلام الساعي للتقدم والزهار